أقيم يوم أمس مهرجان اعتزالي لعب الوحدات والمنتخب الوطني السابق محمود شلباية وسط حضور جماهري كبير تفاصيل أكثر عن هذا المهرجان في التقرير التالي وداعا محمود شلباية هذه الكلمات التي أهدتها الجماهير الأردنية عامة والوحداتية بشكل خاص إلى نجمها محمود شلباية الذي وضع حدا لمسيرته في ليلة تليق بما قدمه الصقر خلال العشرين عاما التي قضاها في المستطيل الأخضر نجوم كرة القدم الأردنية قاطبة شاركت الصقر في يوم اعتزاله بمباراة جمعت لاعبي الوحدات السابقين مع نجوم الكرة الأردنية المعتزلين وسط أجواء حبية وكرنفالية بعدها أقيم لقاء بين فريقي الوحدات والجزيرة في آخر مباراة له في الملاعب شاركه فيها رأفة علي زميله السابق في الفريق وما هي إلا دقائق حتى استبدل شلباية وسط تصفيق حار من زملائه في الفريقين ليهدي قميصه إلى نجله عمر لإكمال المسيرة أنا سعيد كثير يعني إنهم أجوا الحمد لله رب العالم إنهم ما نسيوني حسيت بلمسة وفاية كثير لما حمود شلباية أنا بقول شكراً أنا ما ودعت إلى الجمهور ما ودعت المستطيع أنا مدى عشرين سنة وإنت الهداف التاريخي لنادي الوحدات والكرة الأردنية بنقول لك يعطيك العافية شو بنعمل لشلباية كنا مقصرين بس الجمهور الكبير هذا لاجع عشرين شلباية اليوم كل الحب احترام لجمهير ندي الوحدات يعني بستاهل الكبتن محمود شلباية هذا الوداع هذا الهداف التاريخي اللي خدم الأردن وخدم نادي الوحدات إنجازات كبيرة أهداف لا تعد ولا تحصى بتاريخ الكبتن محمود شلباية إن شاء الله نتمنى له التوفيق خارج المستطيع الأخضر ما يبعد عن المستطيع الأخضر إن شاء الله يتجل التدريب لأنه في مواهب كبيرة طالعة بالأردن بحاجة للكبتن محمود شلباية أن نعلمهم إذن ها هو الصقر يتوقف عن التحليق في سماء الكرة الأردنية كلاعب بانتظار تحليقه من جديد ولكن هذه المرة كمدرب يملك خبرة عشرين عاما في الملاعب طلبت لجنة الملاعب التابعة للاتحاد الأردني لكرة القدم بالعمل على تطبيق المعايير الدولية خلال مباريات بطولتي الدوري وكأس الأردن لهذا الموسم والتي طبقت خلال استضافة بطولة كأس العالم للسيدات تحت سن سبعة عشر عاما جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الاتحاد بحضور رئيس اللجنة وعضو الهيئة التنفيذية للاتحاد وحضر جانبا منه وزير الشباب رامي الوريكات وبحسب التوصية الخاصة بتطبيق المعايير الدولية في المباريات ومنها خلو الملاعب من التدخين وتطبيق ذلك الإجراء في المنصات الرسمية والمدرجات وبالترتيب مع الجهات المعنية بتنظيم المباريات كما تم إعفاء ملعب الأمير هاشم في الرمثة من أي مباراة خلال هذا الموسم لما يحتاجه من صيانة على أرضيته حتى يصبح ملائما لاحتضان المباريات عقد النادي الأهل يوم أمس في مقره مؤتمرا صحفيا للحديث عن قرار اتحاد كرة اليد بتخسير فريقه مواجهته أمام الحسين إربد ليمنح اللقب لصالح الأخير وحمل النادي الأهل مسؤولية حرمان فريق كرة اليد من لقب دور أندية الدرجة الأولى لهذا العام إلى مراقب المباراة وقال رئيس النادي الأهل سعيد شقم إن مراقب اللقاء لم يكن مؤهلا لاتخاذ مثل هذا القرار دون أن يستند إلى الوقائع الحقيقية محملا إياه كامل المسؤولية عن كافة الأحداث التي تشهدها اللعبة حاليا والتي وضعت الاتحاد في موقف حرج أوقف جنوى صحوة ضيفه ميلا وحارمه من الصدارة ولو مؤقتا عندما تغلب عليه بثلاثية نظيفة يوم أمس في افتتاح المرحلة العاشرة من الدور الإيطالي لكرة القدم وأتعتبر هذه الخسارة الثالثة لميلا هذا الموسم والأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية يتجمد رصيده عند تسعة عشرة نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف يوفنتوس المتصدر أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق منشستر سيتي الإنجليزي بأنه سيدفع بلاعبين بودلاء خلال مباراة فريقه مع منشستر ينايتد مساء اليوم في ثمن نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية وأشار جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق اللقاء إلى أن الجميع يعلمون بأن كأس الرابطة ليست أهم البطولات في إنجلترا وأن الأولوية تذهب دائما لمباريات الدور ودور أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وأضاف بأن لقاءه الأخير كان صعبا للغاية وأن عليه إراحة العديد من نجومه للحفاظ على جهزيتهم البدنية فقدت الكرة البرازيلية أمس أحد أبرز لاعبيها وهو كارلوس ألبيرتو الذي حقق لقب كأس العالم عام سبعين مسيرة ألبيرتو نستعرضها لكم في هذا التقرير استيقظت كرة القدم البرازيلية يوم أمس على خبر مفجع بوفاة واحد من أساطيرها وهو كارلوس ألبيرتو عن عمر ناهز الاثنين وسبعين عاما وتوفي ألبيرتو في مدينة ريو دي جينيرو بعد إصابته بنوبة قلبية فارق على إثرها الحياة وقاد ألبيرتو منتخب بلاده للفوز بكأس العالم عام الف وتسعمائة وسبعين من القرن الماضي وسجل واحدا من أعظم الأهداف في تاريخ كأس العالم في المباراة النهائية أمام إيطاليا حينها وقد سبق وأن شارك الظهير الأيمن ألبيرتو في 53 مباراة مع المنتخب البرازيلي وفز خلالها بألقاب محلية مع ناديي فلومنينسي وسانتوس حيث ظهر في أكثر من أربعمائة مباراة واختير أيضا من ضمن أفضل فريق في العالم خلال القرن العشرين وكان من بين قائمة الاتحاد الدولي لكرة القدم لأعظم مئة لاعب على قيد الحياة عام 2004 وبعدما أنهى إيلبيرتو مسيرته كلاعب في أمريكا الشمالية مع فريق نيويورك كوزموس درب 15 ناديا ومنتخبي عمان وأذربيجان